نقل الدوان الأمري إلى المواطنين والمقيمين تهاني سمو أمر البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعيد الأضحى المبارك وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والأمن والأمانة كما هنأ سموه الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة متمنيا من المولى عز وجل أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار أعلنت وزارة الداخلية اكتمال كافة استعداداتها المتعلقة بعيد الأضحى المبارك لافتة إلى اتخاذ التدابير الأمنية والاحترازية بهدف تأمين وتوفير تغطية الأمنية والمرورية في المناطق والأماكن التي تشهد تواجدا مكثفا خلال عطلة العيد أنهت وزارة الداخلية استعداداتها وإجراءاتها المتعلقة بعيد الأضحى المبارك وأكملت كل التدابير الأمنية والاحترازية والمرورية والإجراءات المتكاملة بهذا الشأن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالوزارة العميد عادل الحشاش أشار إلى أن التدابير المتخذ في هذا الجانب تهدف إلى تأمين وتوفير التغطية الأمنية والمرورية في المناطق والأماكن التي تشهد تواجدا مكثفا خلال أيام العيد وأضاف أن الوزارة تعمل على فرض السيطرة على جميع مخارج ومداخل الطرق والتقاطعات الرئيسية والفرعية في تلك المناطق بالإضافة إلى الأماكن كالأسواق والمجمعات التجارية وحدائق الأطفال وصلاة الألعاب والمسارح والأماكن الترفيهية الأخرى تجنبا للإزدحامات والاختناقات المرورية وتشمل التغطية الأمنية مداخل ومخارج وأمام المساجد التي تشهد صلاة العيد وتوفير العناصر الأمنية اللازمة في محيطها بما يبعث على الطمأنينة في نفوس المصلين بالإضافة إلى تطبيق شروط التفتيش والتدقيق الأمني للمتوجهين إلى المساجد وذلك للحفاظ على أعلى درجة من شروط الأمن والسلامة وأفاد العميد الحشاش بأن توجهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شيخ محمد الخالد الذي يتابع تنفيذها وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد تقتضي بأن يكون قطاع شؤون أمن المنافذ على أهبة الاستعداد وأن يعمل بكامل طاقاته لتسهيل إجراءة السفر واستيعاب الإزدحام وتلافي أثره ترجمة نانسي قنقر